امتى يبقى عندنا في مصر هنا و احنا انا كل الاندية في مصر تقريبا عندها تنس و معظم الاندية عندها لعبة التنس و ما شاء الله بنشوف الاطفال بتلعب والكبار بيلعب و كل الناس بتلعب تنس تقريبا عندنا ناس من العشر المصنفين العشر الاوائل في العالم امتى و ايه اللي نقصنا عشان نبقى موجودين في العشر الاوائل سواء رجال او سيدات بص هو التنس لعبة مكلفة جدا فاحنا عشان نوصل للمرحلة دي محتاجين امكانيات كبيرة شوي يعني محتاجين ان اللعيب ده يسافر بطولات كتير كبيرة و يحتك عشان يقدر يخش لان احنا النهاردة عشان تحتك وتخش البطولة لازم الرنك بتاعك يسمح لك بالكلام ده او ان انت تاخد حاجة اسمها الوائل كارد او اللي هي البطاقة المتوحشة زي ما الترجمة بتاعتها كده دي مش في كل الاوقات بتبقى متوفرة لكن النهاردة طول ما اللعيب بيقدر ان هو يشارك و يسافر هيقدر ان هو يوصل للمستوى اللي احنا فيه لكن زي ما قلت لك راه بالظلط احنا محتاجين سبونسر لازم فيه رعاء للعيبة دي لازم يبقى لان اللعيبة دي بتصرف كتير جدا بتسافر كتير وبتصرف كتير النهاردة ممكن يبقى اللعيب فورمة كويسة لكن في اول ماتش ما يتوفقش فساعتها مش هيكسب كتير فاحنا محتاجين رعاء للعيبة اللي موجودة عشان نقدر نوصل لكده وبعدين اللي حنيجي نبص للطوب تاني اللي موجودين هتلاقيهم من صغرهم اصلا بيشتغلوا و بيتمرنوا تنس بس يعني طول ما هو بيصحى من النوم لغاية لما بيروح تنس تنس وفتنس ومنتاليتي ده كل دول معاهم مدرب للفتنس ومدرب للمنتاليتي بتاعته ومدرب طبعا للتنس لازم يوفر له بيئة مناخية كويسة عشان يقدر ان هو يوصل للموضوع ده لكن انا النهارده لو ما عنديش الكلام ده هاوصل ازاي لو انا النهارده بفكر اذا انا مسافر انا محتاج فلوس طب مين هيصرف مين اللي هيعمل مين اللي هيكلفني هيدفع التيكت الطيارة مين اللي هيدفع الفنادق فالموضوع ده مكلف جدا مع ان حسب فهمي برضو انه لعب التنس ده يعني المكاسب الملاياه اللي بياخد كبيرة جديدة بياخد بس بياخد امتى انا اقصد كده يعني انت لو لو كررت تشرف كسبونسر هنا على بطل مثلا انت ممكن تكسب بعد كده كتير جد بالزبط لو يعني البطل ده بقى في مكانة كويسة بس هي صناعة البطل دي دي فن لوحده ودي علم كبير كمان صناعة البطل انا النهارده لما بلاقي واحد منه هو صغير تالنت في اللعبة لازم اوجه كل الامكانيات ليه لازم يعني ابدأ اشوفه يعني على سبيل المسائل لعبة الكورة لما نيجي نبص بي كانوا بيعملوا مشروع ان هما يدوروا في كل حتة على لعيبة كورة يجلاقي واحد موهوب صح يبدأ يحط كل الامكانيات عشان اللعيب ده خلاص انا تحت عيني بممرنوا كويس بيتفعلوا كويس بيأكل كويس بيشرب كويس بيسافر كويس كل ده محتاجوا لكن انا النهارده معلش انا كان الناس اللي موجودة في مصر اللي بيتصرف كتير اوي فهي دي نقطة الفيصالي المنتهى الاهمية